السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب العزاء طلاب الصف الثالث السنة ورجعنا لكم تاني في فيديو جديد بنكمل في ما بدأناه النهاردة بنقول الحلقة الرابعة في حلقة اسئلة كتاب الايزو صفحة 14 بنكمل اسئلة الدرس التاني في الباب الاول حلين عشرين سؤال في هذا الدرس هنكمل النهاردة ان شاء الله اول سؤال فيهم في صفحة 14 سؤال رقم 21 بيقول عنصر اكس انتقالي يقع في الدورة الرابعة اكس انتقالي وفي الدورة الرابعة وله اعلى حال التأكسد ممكنة فيها السؤال ده طبعا جي تجريب السنة اللي فاتت طالما اعلى حال التأكسد ممكنة فيها يبقى احنا بنتكلم على عنصر مين نرجع لصفحة 4 في كتاب المدرسة اهوا اعلى حال التأكسد ممكنة تبقى موجب 7 موجودة للمانجنيز طيب بيسألني هنا بابه اللي يمكنه ان يكون جميع المركبات التالية هنكمل في الصفحة ديه هنلاقي عندنا حال التأكسد الممكنة للمانجنيز كام يا مستر اثنين وثلاثة واربعة وستة وسبعة طيب انا عندي هنا اكس سيل السيل سالي بواحد يبقى الاكس بموجب واحد واحنا ما عندناش كروم بموجب ما عندناش منجنيز بموجب واحد يبقى ده الاختيار اللي احنا نختار اما في مركبات صناعية ادى منجنيز صناعي ادى منجنيز سلاسي ادى منجنيز رباع سؤال رقم اثنين وعشرين بيقول لانصر عدد الزر 24 لانصر لعدد الزر 24 تعرفت انه هو الكروم يكون اقصى عدد تأكسد له في مركباته وطبعا الكروم زى ما احنا موزعينه قبل كده يا شباب ارجون 18 فور اس وان ثري دي فور اس وان ثري دي فايف اقصى حال التأكسد بيصل لها الكروم بتبقى موجب ستة يبقى نختار له الف سؤال رقم 23 بيقول لي الشكل المقابل بيوضح جزء من الجدول الدوري يكون اقصى عدد تأكسد للعنصر طبعا احنا عندنا هنا العنصر احنا عندنا ده مين؟ النحاس هنتضطر نرجع للجدول الدوري ونشوف العنصر بتاعنا دوا العنصر ده اللي موجود تحت مين؟ النيكل وطبعا اللي تحت النيكل بيعمل معاملة مين؟ النيكل طيب النيكل كان اقصى حال التأكسد ليه؟ اول حاجة بس هنرجع للجدول الدوري في صفحة واحد في كتاب المدرسة اقريت بس العنصر وهذا كان عرفته ازاي. احنا عندنا يا شباب ادى صفحة واحد في كتاب المدرسة. موجود عندي. انها حاسقة هون. تحت منه جنب منه مين النيكل. ها اللي تحت منه اللي هو العنصر بي دي ستة واربين. تمام كده? طيب. اللي تحت النيكل يعمل معاملة النيكل. ليه? لان عنصر المجموعة الواحدة بيكون متشابه ليه? في الخواص. طيب احنا عندنا النيكل بقى في صفحة اربعة. اقصى حالة تأكسل ليه كام? النيكل اهون. اقصى حالة تأكسل ليه موجب كام? اربعة. يبقى العنصر اللي تحت منه زي بالضبط. بقى اقصى حالة تأكسل ليه هتكون كام? اربعة. يبقى الشكل المقابل بيوضح عنصر. ها? العنصر اكس تحت النيكل. فاللي تحت النيكل يعمل معاملة مين? النيكل بقى اقصى حالة تأكسل بتكون موجب اربعة. سؤال رقم اربعة واشي. بل اي هذه العناصر يمتلك اقل حال التأكسد اقل حال التأكسد ممكن احنا عندنا النحاس عنده حال التأكسد من مجاب 2 ومجاب 1 تهم? يبقى اقل حال التأكسد احنا عندنا هنا مجاب 2 ومجاب كام 1 ده مجاب كام 3 الكروم من مجاب 2 لحد مجاب 6 المنجنيز من مجاب 2 لمجاب 7 يبقى اقل حال التأكسد هيبقى مين النحاس عنده حال التأكسد كام؟ مجاب 1 السؤال رقم خمسة وعشرين. بقول لأي هذه العناصر يمتلك اقل عدد من حالات التأكسد. اقل عدد. ان حاس عنده حالتين تأكسد مجاب واحد ومجاب اتنين. طبعا الكلام ده كله في صفحة اربعة. يعني انت ممكن تكتب المدرسة تحطه جنبك كده وتشتغل على صفحة اربعة على طول في كل الاسئلة دي. ها. قلنا ان حاس عنده حالة تأكسد واحد واتنين. يبقى كده حالتين. ساكندوم عنده حالة تأكسد واحدة. يبقى احنا نختار له الساكندوم. لان الكروم عنده حالات تأكسد من مجاب اتنين مجاب تلاتة مجاب اربعة مجاب ستة. يبقى الكروم عنده حالات تأكسد كتير هو المنجانيز. يبقى اقل عدد من حالات التأكسد هيكون عند الساكندوم حالة واحدة. طبعا فوق. سؤال رقم اربعة وعشرين عشان ميز بينهم. كان هنا بيقول لي اقل حال التأكسو اقل حال التأكسو لا يا مجاب واحد الموجود عند ينحق. سؤال رقم ستة عشرين. walk experience. الانصر اللزي لهو حالة التأكسو واحدة مجاب واحدة. حالة التأكسو واحدة مجاب واحدة. لوا السوديم. يعنى السوديم عنده الالكترون في المستقепل فرع سري اس بف Boden عنده حالة التأكسو واحدة مجاب واحدة. انت عارف ان العناصر الاقل لا بيبقى له حالة طب واحد يقول لي طبما نختار له ألف وجمع مصر لا مش نافع النحاس ليه لانه النحاس عنده حالة تأداث موجب واحد وموجب اثنين وراجل يقول لي حالة تأداث واحدة تمام اما التتانيوم يتتعدد حالات تأكسده موجب اثنين موجب اثنين موجب ثلاثة موجب اربعة سؤال رقم سبع وشين يقول لي الايون الاقل استقرارا من الايونات الايات ايون اقل استقرار من الايونات الاتية. انت عندك النحاس موجة ا Roch 2 مستقر haut A H l Y M Stificer. هنروح بس لم stifle صفحة اربعة لان انت عندك اوب اين بوك فانت عندك النحاس موجة اتنين اهوا. ها مالو. شايف? شايفني او? اه كده خلاص بدلت اتشايف. اده النحاس موجة اتنين هوا. مالو مستقر فان ce تيتانيوم موجا باتنين مش مستقر ماشي الخرسين موجا باتنين مستقر المنجنيز موجا باتنين معلمش عليهم ومعلم عليه الاقصر استقرارا وشيوعا هتبقى موجا بكام اربع بس انا فاهم ان المنجنيز موجا باتنين تعدك دلوقتي التيتانيوم ومين والمنجنيز التيتانيوم ومينجنيزا هتم احنا اولا النحاس يبقى الخرسين يعني انه هم مستقر انه احنا عندنا D في التيتانيوم بيبقى فها اتنين موجا باتنين ال D بتاعطة ابقى فها اتنين المنجنيزو موجا باتنين الدية بتاعتنا هتبقى فها كام لا حالي؟ unsure لا يبقى فهاها 1urd換 5 هيبقى نصف منت ello يبقى كام باتنين لديه اتنين اللي مش مستقر احنا نختار له التيتانيوم موجب كام موجب اتنين اللي هو الاختيار بال تقريبا الصفحة ما كانتش واضحة في الجزء اللي فاتنا من التصوير هنقول تاني الاسئلة خمسة وعشرين كده بسرعة السئلة خمسة وعشرين قلنا ايا هزي العناصر يمطلق اقل عدد من حالات التأكسد اقل عدد من حالات التأكسد هيكون السكندوم حالة التأكسد واحدة العنصر سؤال ستة وعشرين العنصر الذي له حالة تأكسد واحدة موجب واحدة يبقى السوديوم السؤال سبعة وعشرين اخر سؤال حلناه بيقول لي هنا الايون الاقل استقرارا قلنا التيتانيوم موجب اتنين احنا عندنا النحاس موجب اتنين بيبقى مستقر والخارسين موجب اتنين بيكون مستقر هنختار له ما بين التيتانيوم موجب اتنين والمانجنيز طبعا التيتانيوم المانجنيز موجب اتنين الدي بتاعته بيبقى فيها خمس الالكترونات. اما التيتانيوم موجب اتنين. الدي بتاعته بيكون فيها اتنين. فده يكون اقل استقرارا فنفتر له بقى. نروح للسؤال رقم تمانية وعشر في صفحة خمسة واشر. بقول لي احد املاح عناصر السلسلة الانتقالية الولي. اخلي بالك من كلمة ايه? املاح. يستخدم كمادة مؤكسدة ويكون عدد تأكسد ايون العنصر الانتقالي فيه. طبعا احنا عندنا ملح. من عناصر السلسلة الانتقالية الولي. يستخدم كمادة موجب سبعة. وساني كرومات البوتاسيوم. والكروم فيها بيكون موجب ستة. يبقى حضرتك. هنكتب بس المركبين. عشان نقول لك احنا حسبنا عدد التأكسد ازاي? دي ساني كرومات البوتاسيوم. والكي ام ان او فور دي بريمينجانات البوتاسيوم. حال التأكسد الاكسجين سالب اتني. والبوتاسيوم بيكون موجب واحد. دي اتسوابت عندنا يا شباب. طيب موجب واحد في اتنين يبقى بموجب اتنين. ودوما سالب اتنين في اربعتاشر يبقى سالب اربعتاشر. المفروض المركب كل حال التأكسده بتساوي صفر. يبقى المفروض دوما هيبقوا كام موجب اتناشر. عشان يبقى موجب اتناشر واتنين. يبقى موجب اربعتاشر مع سالب اربعتاشر بكام بصفر. بس الموجب اتناشر بتعزر ريتين كروم او اتنين ايون كروم. يبقى ايون الكروم الواحد بكام بمجاب ستة. تعال هنا. ده مجاب واحد بوتاسيوم. سلب اتنين فاربعة بسلب تماني. عشان المركب كله يساوي صفر يبقى المنجنيز الواحد بكام بمجاب سبعة. يبقى هنا المادتين المؤكسدتين حالات التأكسل بتاعتهم هتكون مجاب سبعة ومجاب ستة. فهمناهم. فهمناهم يبقى يختار له الف و ايه وبعد. سؤال رقم تسعة وعشرين. الناس بتخاف من الرسومات البيانية مع ان ما لقاش حق يتخاف خالص يعني. هنا تركز معي بقول الرسم البياني التالي يوضح الالاقة بين العدد الزري لتلات عناصر انتقالية متتالية ديجيتف التجريبي. سنة اللي فاتت. تلات عناصر بتوعنا ايه? تلات عناصر بيقول لي اكس واي وزد. ايه مشكلة في الايوة. تلات عناصر اكس واي واي وزد. هنا تعالى بص على الرسم. اقصى حالة التأكسد الواي وصلها يبقى مين منجنيز. يبقى حضرتك هتكتب هنا كده مين ادى المنجنيز. تمام? والاكس عنده حالة تأكسد موجب ستة هيبقى مين الكروم. وهنا اقصى حالة تأكسد. وفي حالة تأكسد هنا هو العنصر عنده حالة تأكسد كام موجب ثلاثة. طبعا هو قال لي التلات عناصر ما لهم تلات عناصر متتالية. يبقى انت عندك كروم ومنجنيز والبشر بتاعنا اللي هو مين? الحديد. يبقى كروم منجنيز ايه? حديد. اعرفت انا كده العناصر? تمام. بقول لي فان المجموعات المحتمل وجودها فيها هي. طبعا المنجنيز موجود في المجموعة هي سبعة بيه. يبقى اللي قبله ستة بيه. يبقى بعده التامنة. موضوع سهل جدا. ها يبقى الاكس موجود فين? في المجموعة ستة بيه. ادى ستة بيه. طيب اللي بعده سبعة بيه. ادى البيه خمسة واتنين كمان كام سبعة. والحديد موجود في المجموعة التامنة يبقى الاختيار انه قليل. الموضوع مش صعب نهائي. يعني الرسم البيانة ما يخوفش. نشوف السؤال اللي بعده. اللي هو السؤال رقم تلاتين. بيقول ايه? الشكل المقابل يمثل حالات تأكسط بعض ايونات عناصر سري دي. يعني ايه? بعض ايونات عناصر سري دي. يعني بعض ايونات عناصر السلسلة الانتقالية الاولى. ايه هذه الرموز يمثل ايون النحاس الاكسر استقرار. من النحاس الاكسر استقرار اللي لسه جايبينه من الكتاب دلوقتي النحاس السنائي. النحاس السنائي يبقى حالة تأكسط موجب كام? اتنين. اللي هو البي. خلاص يا شباب كده? يبقى احنا عندنا قلنا النحاس الاكسر استقرارا اللي هو ايون النحاس موجب كام? موجب اتنين. تمام? اللي هو الاختيار بي. واحد يقول لها مستر. في حاجة كده عاوز اسألك ايه? اقول له تفضل. يقول لي وزع لي كده النحاس. هقول لهو. انت مش عرفت هو وزعه? قل لي بعرف اوزعه بس وزعه بس. وزعت النحاس يو تسعة وشرين ارجون تمنتاشر. يقول لي بقى وزع اللي النحاس الاحادي. هقول له النحاس الاحادي ايون. يبقى ارجون تمنتاشر. الفور اس زيرو والسري دي تن. تمام? وزع لي بقى النحاس السنائي. هقول له ارجون تمنتاشر. الفور اس زيرو والسري دي نايم. يقول لي انت بتقول ان حاس موجب اتنين هو الاكسر ايه? استقرار. هقول له اه? يقول لي ده مش غلط. هقول له غلط ليه? يقول لي عشان هنا ادي بتاعته فاة تسعة. عمال ادي اللي فوق فاة كام? عشر. هقول له هنا في حاجة مهمة جدا. في معلومة في كتاب المدرسة بتقول ان الاستقرار او الامتلاء النصي او الامتلاء التام ليس هو العامل الوحيد الذي يؤدي الى الاستقرار. في عامل تاني. وطبعا هو في كتاب المدرسة لما جاب للنحاس امال ان النحاس الاكسر شيوعا او اكسر استقرارا اللي هو النحاس قدامك هو. ها? اللي هو النحاس نهو السنائي. تمام كده? يبقى دي ما هيكون ان حاس الاكسر استقرارا اللي هو النحاس السنائي فانا اختار له مين بي? تمام? اللي هو الاختيار ايه? جيمي. روح للسعار رقم واحدة تلاتين. بيقول ايه? حالة التاكسود موجة بربعة. هي 先ه الملحة الاكسر استقرارا boat. الآنة получитьkk suptosafb toca. هذه살�елامها سمربتها واحدة حالة التاكسود لأوнова أربعة. محتاجınisiin. titles, ولا الفاناديوم ولا الكوبالت ولا الكروم والله انا هروح للجدول اللي موجود في اكتباب المدرسة حالة التأكسد موجب اربعة حالة اكثر استقرارا لعنصر من النيكل تعال كده نشوف الجدول النيكل هنا هو ادى النيكل حالة التأكسد الاكثر استقرارا له موجب كام اثنين ماشي نشوف بعد كده البناديوم حالة التأكسد الاكثر استقرارا في البناديوم هتبقى كام ادى البناديوم اوgra حالة التأكسد بتاعتها موجب خمس تمام اوامس طيب جديد بعد كده اللي تتأكسد الاكثر هو زيلك وزي نامه以前 ستبقى اثنيين اهو اثنين طيب اخر حاجة بقى الكروم التأكسد الاكثر استقرارا danno ويتبقى تلاتة يبقى حضرتك كده مش هتعرف تطلع بحاجة من الجدول فانت هتحتاج تعمل ايه? توزع وتشوف. تمام. هنشتغل بقى على مين? على الدين. بيقول لي هنا حالة تأكسد موجة باربعة. الحالة الاكثر استقرارا للعنصر النيكل. النيكل اهو انا يا شباب. النيكل كام? تمانية وعشرين. هيبقى ارجون كام? تمنتاش. فور اس تو سري دي ات. تمام? بعد كده الفانديوم خمسة وعشرين. الفانديوم تلاتة وعشرين. هيبقى ارجون كام? تمنتاش. فور اس تو سري دي سري. بعد منه جيب كوبلت. سبعة وعشرين. توزيع ارجون كام? تمنتاش. ها? فور اس تو سري دي سيفن. اخر حاجة خادص الكروم. الكروم اربعة وعشرين. هيبقى توزيع ارجون كام? تمنتاشر. الفور اس وان. سري دي فايف. عناصر بتكون اكثر استقرارا لما يكون المستويات الخارجية نصف ممتلئة او ممتلئة. يبقى حضرتك بتلجأ للجدول. ملقيتش حاجة في الجدول. فبتضطر انت توزع وتبدأ تشتغل على المعلومة اللي عندك اللي هي معلومة الامتلاء النصف والامتلاء الالتام. اذا الكروم هو الاكثر استقرارا ان يبقى نختار له الكروم. تمام يا جماعة كده. بقولي هنا الكروم نوبا حالة التأكسد موجة باربعة. نرجع تاني لحالة التأكسد موجة باربعة. احنا هنا بدأ اشتغلنا على العنصر. انا بقى مش عاوز العنصر ده. بقولي حالة التأكسد موجة بكام? اربعة. اربعة يعني يفقد اتنين من الاس و اتنين من الدي. لو فقدنا اتنين من الاس هنا. و اتنين من الدي يتبقى عند كام ستة. مش مستقر. طيب. فقدنا اتنين من الاس و اتنين من الدي هيتبقى واحد. يبقى مش مستقر. تعالى الكوبلت هنفقد اتنين من الاس و اتنين من الدي. بتاعته يبقى في كام خمسة بقى المستقر. يبقى لو بيتكلم على العنصر كنا استخدامنا له مين الكروم. هو بيتكلم على حالة التأكسد موجة باربعة. يعني هيفقد 4 الالكترونيات 2 من الاس و 2 من الدي وبعد كده نشوف الامتلاء النصف هيتحقق فين هنلاقيه يتحقق في حالة مين الكوبالت الرباعي يعني نفتر له بكوبالت الرباعي السؤال رقم 32 بول أي العبارات الآتية صحيحة بالنسبة لآيونات المنجنيز آيونات المنجنيز السونية أقل لاستقرارا من السلاس يقول له مستحيل اعكس الجملة هيتبقى صح الآن يتحق يكون اعيون المنجنيز السنائي اكثر استقرارا من الآيون المنجنيز السلسي هي ن הזה courageous اكسادة المنجنيز السنائي دعت له يصعب الآيون السنائي سيسبب يصعب إلى المنجنيز السنائي لكن المنجنيز السنائي مستقر بالتعضل صحيف السؤال الرقم 33 بول أي هذه التفاعلات يسهل حدوثها في الظروف العادية التفاعل يسهل حدوثه إذا كان يحول غير مستقر ليه مستقر طيب إحنا عندنا من الغير مستقر طبعا المعلومة وجودة في كتاب المجرسة وممكن تحله مباشر لدينا الكوبلت السنائي لديه 7 إلكترونات في للد والثلاسي لديه 6 لديه 7 أو 6 کاare إلى التفاعل منه يصبح researchers 5 إلكترونات في للد الخاصة والحديد السنائي لديه 6 مستقر، و sergeotimentاتية التيتانيوم السلاسي عنده إلكترون واحد في الدين التيتانيوم الرباعي ما عندهش إلكترونات في الدين فده غير مستقر وده مستقر يبقى من اللي يسهل حدوثه تحول التيتانيوم السلاسي إلى تيتانيوم رباعي لأنه لما التيتانيوم السلاسي تحول الرباعي ديها تصبح فريغة فيكون أقصر استقرارا يعني احنا ممكن نكتب معلومة هنا كده ونقول التفاعلات التي يسهل حدوثها هي التفاعلات التي ينشأ عنها استقرار اما بالامتلاء النصفي او الامتلاء التام او ان المستغل الفرع الاخير يكون ايه فارغ. امتلاء نصف او امتلام تام او فراغ المستغل الفرع الايه الاخير. يبقى حضرتك كده. نجي ما هو الاسهل ايه حدوث. طبعا الخرصين يتحول من ثنائي لثلاسين. انت عارف ان الخرصين السنائي بيبقى ادي بتاع تفاعل عشرة. اما الخرصين السلاسي ادي بتاع تفاعل تسعة فيصعب حدوث هذا التفاعل لانه اصلا ما عندش حالة تأكسد موجب تلاتة ليه الخاصة. صار رقم اربعة وتلاتين. بيقول للعنصر اكس من عناصر السلسلة الانتقالية الاولى. ويصعب اختزاله حالة تأكسد موجب تلاتة الى موجب اتنين. وبتكلم على الحديد على فكرة. تمام? تكلم على مين? على الحديد. في الظروف المعتادة. فان العنصر اكس هو الحديد. ده جيد دور اول واحد وعشرين. يبقى العنصر بتاعنا مين? الحديد. تاب ليه? لان الحديد السلاسي ماله. الحديد السلاسي بيكون مستقر. بيقول لي هنا يصعب اختزاله. يصعب اختزاله. عفوا نرجع للسؤال تاني. نرجع. بيقول لي يصعب ايه? يصعب اختزاله من سلاسي الى سناء. يبقى السلاسي ايه? مستقر. والسناء غير مستقر. يبقى هو الحديد. سمحنا. تمام? يبقى هو عنصر مين? الحديد. معلش? يبقى يصعب اختزاله. يصعب ايه? اختزاله. يعني يصعب حدوثه. يبقى هنا ده مستقر وده اقل ايه? استقرارا. يبقى التفاعلات اللي بيسهل حدوثها اللي هي بتحول الاستقرار. واللي يصعب حدوثها اللي هتحول من مستقر الغير ايه? مستقر. يبقى ده هو الحديد للحديد. تمام? يبقى الاختيار بتاعنا مين? الف. صار رقم خمسة وتلاتين. بل عدد تأكسد اليوت في اي او سالب. تعال هنا نحسبه كده يلا. اي او سالب. الاي مطلوب يبقى اكس. الاكسجين بسالب اتنين في تلاتة يبقى سالب ستة. بيساوي سالب واحد. ليه ما ساوتش بصفر يا مصر? لان ديت مجموعة زرية. عدد تأكسودها بيساوي سالب واحد. يبقى الاكس بتساوي. هنعدي سالب ستة النحية التانية بعكس الاشارة بسالب واحد مجب ستة. يبقى الاكس بتساوي مجب كام خمسة. يبقى الاختيار بتاعنا يكون مجب كام مجب خمسة. تمام. السؤال الرقم ستة وتلاتين. بيقول ازا كان. اكس. واي. زد. اللي تمثل اربع عناصر انتقالة. اكسد هاي. ال تو اهاي. او. ال تو او. يبقى هنا كده حالة تأكسود العنصر ده بكام بمجب واحد. من العنصر اللي حالة تأكسوده بمجب واحد? النحاس. فالعنصر بتاعتنا نحاس. طيب كده ريس? طيب الزد. احنا هنا هنقول الزد عاوزين نجيب حالة تأكسوده. الاكسوجين بكام سالب اتنين? سالب اتنين في اتنين يجيب سالب اربعة. يبقى العنصر ده حالة تأكسوده بكام بموجب اربعة. يبقى احنا قلنا ده مجب واحد. وده بمجب كام? اربعة. خليك فاكر. مجب واحد. وده بمجب كام? اربعة. نكتب. يبقى هنا كده بمجب واحد. وده بمجاب كام 4 طيب هنا سليب 2 في 3 سليب 6 يبقى هنا مجاب 6 على الاتنين يبقى الوي بمجاب كام 3 سليب 2 في 5 سليب 10 يبقى هنا مجاب 10 على الاتنين يبقى بمجاب كام مجاب 5 بيقول بقى فإن الترتيب الصحيح لعداد تأكسودها في هذه الأكاسيد الائل أصغر حاجا الائل أصغر من الو والклад وي أصغر من الزد وال hide أصغر من الـ N الائل أصغر من الـ W والرجل أصغر من الزد والزد أصغر من الـ X يبقى الاختياره يبقى هنا بيقول لك يجب تجريبي العامل ماضي تمام معikel يا مصر أنا عندي حتى عداد التأكسود مش واضح. ما اتبح بححة شوية كده. وش رح حلمة. تاني. هقول لك حاضر يا حبيب. الاكسجين بسالب اتنين. يبقى ده سالب اتنين. وعاوزين ال ال يبقى ايه? اكس. تحته كام? اتنين? يبقى ايه? اتنين اكس. ده مركب يبقى بايه? بصفر. يبقى اتنين اكس بيساوي مجاب اتنين. لان عندنا دي الناحة التانية بعكس الايه? الاشراء. يبقى الاكس بتساوي كام? مجاب واحد. واضحة? واضحة. اللي بعده كان جاب ايه? زد او اتو. قلنا الاكسجين بسالب اتنين. سالب اتنين في اتنين يبقى بسالب اربعة. وعاوزين الزد اللي هو مفروض مجهول اكس. ماشي كده? يبقى هنا كده. هنعدد ده بيساوي الصفر. هنعدد ده بعكس ليه? الاشراء. يبقى الاكس بتساوي كام? مجاب اربعة. مباشرة كده? تمام. بعده جاب لي ايه? واي. تو او سري. سالب اتنين في تلاتة بسالب ست. تمام يا حبيب? ها? وده هم من اتنين واي مطلوبين. بيساوي كام? صفر. يبقى هنعدد الناحة تانية. يبقى الاتنين واي بيساوي كام? مجاب ست. يبقى الواي الواحدة بتساوي كام? مجاب تلاتة. واضحة? واضحة. اخر حاجة بقى الاكس سالب اتنين في خمسة يجب. سالب كام? عشر. زاد اتنين ايه? اكس. ده بيساوي كام? صفر. يبقى الاتنين اكس بيساوي كام? مجاب عشر. يبقى الاكس الواحدة بتساوي كام? مجاب خمسة. بروفيا نصف. تكتبهم بقى تركبهم سال. قلنا الاختيار نهو بقى. تحت امرك عبي. صور رقم سبعة وتلاتين. بل قد يتشكل اللون الاحمر في بعض الزجاجات الفخارية نتيجة للتفاعلات الموضحة. هنا كده بيقول لسي يو سي او سري. هيطلنا سي او زايد سي او تو. وبعد كده سي او زايد اس ان او. طبعا انه حاسي تكونه. بقول ايام مما يالي صحيح فيما يتعلق بالعامل المؤكسد والعامل المختزل. عامل مؤكسد وعمل ايه? مختزل. طيب بيقول له هنا العامل المختزل هو السي او تو. سي او تو عامل ايه? مختزل. والاس ان او. طيب تعال كده نشتغل واحدة واحدة عشان نعرف بس العامل مؤكسد والعامل مختزل. العامل المؤكسد هو المادة التي يحدث لها اختزال. بنقسين كده? يقل عدد ايه? تاكسد. تمام يا غالي? تمام. العامل المختزل بقى. برافو هو المادة التي يحدث لها اكسدة. يعني يزداد عدد ايه? تاكسد. يبقى احنا محتاجين نحدد المادة اللي حصل لها اكسدة واختزلة. تعال احط المعادلة الاولانية. المعادلة الاولى سي او سي او سي. تحولنا سي او. و سي اوتو. ان نحس هنا بموجة باتنين. الاكسجين بسالب اتنين في تلاتة بسالب ستة. الاكسجين ما تغيرش هنا وهنا. سابت. هنا هيبقى دول سالب ستة. سالب اتنين في تلاتة بسالب ستة. يبقى الكربون هنا هيكون بكم ادامة. هل العبد سقيم من الخطأ? هيكون الكربون معنا بموجة باربع. ناحية الثانية الاكسجين بسالب اتنين يبقى نحاس بموجة باتنين. سالب اتنين في تنين يبقى بسالب اربع. يبقى الكربون بموجة باربع. يبقى كلا ما فيش حاجة تغير اعداد تأكسدة. يبقى المعادلة ديها كلفاها عامل مؤكسد والعامل مختزل ما حصلش فيها اجساد او اختزام. نشوف المعادلة التانية. المعادلة التانية جاب سي او. واس ان او. الناتج بتاعنا كان سي يو. واس ان او تو. هنا نحاس بموجة باتنين. عشان الاكسوجين بسالب اتنين. القصدير هيبقى بموجة باتنين عشان الاكسوجين بت世ليات اتنين. ان حاس هنا هتحول الانصر بقى بصفر. والاس ان هنا بسالب اربع بموجة باربعة. غpletت سالب اتنين في اتنين يبقى بسالب اربعة. يبقى ده Mc4 التامbie كلا يا رئيس? يبقى حضرتك هنا ان حاس يتحول من موجة اتنين ليه لصفر. يبقى اقل. يبقى حصل لكم اختزال يبقى عامل ايه مؤكسد اقول ثاني واركز معي في المعلومة اللي احنا قولناها حالة التأقسبAfterir니다 موجب اتنين تحولت لي كام لصفر يبقى عدد التأقسب ل ايه L يبقى حصن له ايه اختزال يبقى عامل ايه مؤكسد تمام هاتلى التانية بقى القصدير زاد من موجب اتنين ل موجب اربع زاد عدد التأقسب يبقى حصن له ايه اكساد يبقى عامل ايه مختزل يبقى هنا المادة داية على بعضها كده ودائما عامل مؤكسد وعامل المختزل في المتفاعلات CUO حصل له اختزال يبقى عامل ايه مؤكسد SNO حصل له اكسده يبقى عامل ايه مختزل يبقى CUO عامل مؤكسد العامل المؤكسد CUO يبقى عامل المؤكسد يبقى عامل المؤكسد يبقى 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 نختار له اختيار داية لا تطورنا في السؤال دا شوية بس هو سؤال مهم بكده نبقى احنا وصلنا لنهاية صفحة ستاشر انتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمة هنكمل بقية اسئلة الدرس التانية